ودعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فبطا ولا يكون للواحد ثوبان واي بيت دخلتموه فهناك اقيموا ومن هناك خرجوا وكل من لا يقبلكم فخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار ايضا عن ارجلكم شهادة عليهم فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع فسمع هيرودوس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب لان قوما كانوا يقولون ان يحنى قد قام من الاموات وقوما ان ايليا ظهر واخرين ان نبيا من القدماء قام فقال هيرودوس يحنى انا قطعت رأسه فمن هو هذا الذي اسمع عنه مثل هذا ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعلوا فاخدهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدة فالجموع اذ علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم فابتدأ النهار يميل فتقدم الاثنى عشر وقال له اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لاننا هاهنا في موضع خلاء فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمسة ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونتاع طعاما لهذا الشعب كله لانهم كانوا نحو خمسة الاف رجل فقال لتلاميذه اتكئوهم فرقا خمسين خمسين ففعلوا هكذا واتكأوا الجميع فاخذ الارغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر واعطى التلاميذ ليقدموا للجمع فاكلوا وشبعوا جميعا ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر اثنتا عشرة قفة وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا من تقول الجموع اني انا فاجابوا وقالوا يحنى المعمدان واخرون ايليا واخرون ان نبيا من القدماء قام فقال لهم وانتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس وقال مسيح الله فانتهرهم واوصى ان لا يقولوا ذلك لاحد قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم وقال للجميع ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها لان من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحبن الانسان متى جاء بمجده ومجد الاب والملائكة القديسين حقا اقول لكم ان من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس ويحنى ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا واذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وايليا الذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشاليم واما بطرس والذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون هاهنا فلنصنع ثلاث مضال لك واحدة ولموسى واحدة ولئيليا واحدة وهو لا يعلم ما يقول وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا ولما كان الصوت وجد يسوع وحده واما هم فسكتوا ولم يخبروا احدا في تلك الايام بشيء مما ابصروه وفي اليوم التالي اذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير واذا رجل من الجمع صرخ قائلا يا معلم اطلب اليك انظر الى ابني فانه وحيد لي وها روح يأخذه فيصرخ بغتة فيصرعه مزبدا وبالجهد يفارقه مرضدا اياه وطلبت الى تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا فاجاب يسوع وقال ايها الجيل غير المؤمن والملتوي الى متى اكون معكم واحتملكم قدم ابنك الى هنا وبينما هو آت مزقه الشيطان وسرعه فانتهر يسوع الروح النجس وشف الصبي وسلمه الى ابيه فبهت الجميع من عظمة الله واذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلاميذه ضعوا انتم هذا الكلام في اذانكم ان ابن الانسان سوف يسلم الى ايد الناس واما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفا عنهم لكي لا يفهموه وخافوا ان يسألوه عن هذا القول وداخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم فعلم يسوع فكر قلبهم واخذ ولدا واقامه عنده وقال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي ارسلني لان الاصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما فاجاب يحنى وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لانه ليس يتبع معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لان من ليس علينا فهو معنا وحين تمت الايام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اوروشاليم وارسل امام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوه لان وجهه كان متجها نحو اوروشاليم فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويحنى قالا يا رب اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل الي ايضا فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص فمضوا الى قرية اخرى وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تنضي فقال له يسوع للثعالب اوجرة ولطيور السماء او كار واما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه وقال لاخر اتبعني فقال يا سيد ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي فقال له يسوع دع الموت يدفنون موتاهم واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال اخر ايضا اتبعك يا سيد ولكن ائذن لي اولا ان اودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحرات وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة